موسيقى في البداية مجلس النواب العراقي يعبر عن أسفة وحزنة لما آلت إليه الأمور من خلال النتائج اللي حصلت أثناء التظاهر وعلى وجه التحديد الشهداء اللي سقطوا سواء من الأجهزة الأمنية أو من المتظاهرين أو الإصابات اللي لحقت البعض منهم وهو في ذات الوقت يتقدم بالتعازي إلى ذوي الشهداء ويعبر بطبيعة الحال عن تضامنة للمطالب المشروعة وفق الدستور التي يطالب بها المواطن العراقي ويدعو إلى ضرورة تلبيتها من قبل مؤسسات الدولة بشكل أو بآخر وفي ذات الوقت يعزز المبدأ الذي سار عليه في ضرورة تأكيد مبدأ الإصلاح ومحاسبة المفسدين والمقصرين وتلبية مطالب الناس بهذا الإطار وبطبيعة الحال دعونا ونكرر الدعوة إلى ضرورة تشكيل لجان تحقيقية لمحاسبة من كان مقصر على وجه التحديد بالنتائج التي خرجت بها التظاهرات والتي لحقت بعض منهم بالأذى سواء كان الأذى المادي أو الأذى المعنوي في ذات الوقت أيضا مجلس النواب العراقي يدعو الأجهزة الأمنية إلى مبدأ حماية المتظاهرين وحماية مؤسسات الدولة وهو يعزز ويؤكد مبدأ التظاهرات السلمية التي يراد من خلالها التعبير عن الرأي وضرورة الضغط في سبيل تلبية مطالب الناس وفق السياقات القانونية المتبعة حسب السياقات القانونية أن هناك توقيتات زمنية للهيئات المستقلة ومن بين تلك الهيئات هي مفوضية الانتخابات التي سينتهي عملها وفق قانونها في منتصف هذه السنة وعليه شكل مجلس النواب العراقي لجنة من الخبراء والمختصين لغرض اختيار أعضاء جدد وعقدة جلسات وانتهى عملها إلى الآن تقريبا إلى تقديم استمارة وسيفتح بطبيعة الحال باب الترشح لمن يجد في نفس الكفاءة لعضوية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وسيتم اختيار من يعتقد أنه مناسب ويعرض للتصويت وفق السياقات الطبيعية أن يؤسفنا ونحن نتحدث عن هذا الجانب أن نسمع أن هناك استخدام لأسلحة ثقيلة وعمليات قصف عشوائي يمكن تطال الآمنين أو مراكز أو مؤسسات الدولة وعليه يجب أن يحاسب هؤلاء وينزع السلاح إلا أن يكون ضمن إطار الدولة ومؤسساتها أما سلاح آخر منفلت يمكن أن يستخدم آخر ويهدد مؤسسات الدولة بالنسبة أن هذا أمر مرفوض ويجب أن يحاسب من يستخدمه والمسألة الأولى التي تتعلق بالاستجوابات يمكن هذا اليوم على وجه التحديد تم تحديد تقريبا كل توقيتات الاستجوابات المقدمة إلى مجلس النواب أنا ذكرت في الجلسة السابقة أننا استلمنا ثمان طلبات استجواب واليوم أقول زادت واحد فأصبح العدد تسع طلبات استجواب ورئاسة المجلس ارتئت أن كل يوم خميس سيتم تحديد موعد للاستجواب بحسب الأسبقية الزمنية حتى لا يقال أننا قدمنا مستجوب على مستجوب وإنما حسب السياقات التي مشينا بيها والتحديدات الزمنية ضمن الأسبقية ستأخذ مداها وستستمر عملية الاستجواب إلى آخر موعد احنا وضعنا من يوم 23 اثنين تقريباً إلى يوم 7 خمسة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة